اشتركوا في القناة وكلمتك انت الوحيد المعلم في هذا المكان وجميعنا يا رب محتاجين لكلمة من عندك لاسمك نعطي مجدا وقوة وعظمة باسم يسوع له كل المجد امين امين لالهنا كل المجد الرب اعطانا فرصة انه نكون سوي اليوم وكلمة اليوم هي كلمة غريبة على شخصية يمكن احتماله والمرت سمع وعظة على هاي شخصية من يعرف عرود وحامور عرود ما احد ما سامع بي؟ بايروس لا تطلع اريدكم تنتبهون لانه الموضوع مهم راح تعرف انه شخصية عرود شوية غريبة عليك بس ذاك ال ذيش الوعظة الفاتت احشيت على موضوع ومن اطلعنا من الخدمة اغلبية الناس يريدون يصيرون ايش؟ نسور مو؟ نقول انا نسر وليس دجاجة صح؟ ليش ناخذ هالتصفيات والاسماء؟ لانه ننسب ننسب صفاتنا من اجل نتعلم من خليقة الله واليوم عرود وحامور راح ناخذ منعدهم بعض الصفات حتى تكون لنا دروس في حياتنا الروحية امين؟ من هو عرود ومن هو حامور؟ حامور هو حمار ابراهيم وعرود هو اطلق لابنه اسماعيل ليش هو المتشرط كان؟ فشخصية حامور هو الحمار اللي جاء ذكرة تقريباً واني احسب عليه انه مية وعشرين مرة ذكر بالكتاب المقدس بدون تكرار يعني بدون تقرأ تكرارات بس تقرأ بانه ذكر بهذا المكان مية وعشرين مرة جاءت ذكر الاحمار بقى اليوم احمر على بعض المواقف اللي مر بيها الاتان او الاحمار وبعدين ندخل للعظة اليوم لانه العظة مهمة اريدك تفهم وتتعلم من سمات وصفات هذا الحيوان ليش؟ لانه اقدس استخداماته الاحمار اقدس استخداماته تعرفون وين؟ من الرب سعد على منو؟ على آتان وايضا من ابراهيم قدم ابن اسحاق ذبيح اقدس استخداماته واقصى استعمالات اللي استعمل هو استعمل فك الحمار بقتل الف فلسطيني من قبل شمشون فكه هذه ابشع اقصى الاستعلامات اسعد المناسبات الى شنية؟ تعرفوا اسعد مناسبة الى هذا الاحمار من ضاع وراح يدور عليه منو؟ شاول ديدور احمار ابو ضاع وديدور عليه ومن من بعد بيدور لقى منو لقى سامويل سامويل قال له انتج ديدور قال له ده دور على آتان احمار ابو يضاع قال له اسمع عوف احمار ابوك وتعال انت رح حصير ملك على اليهود اشقى التنقلات مالا كانت من حمل مرأة شونمية وابنها الميت حتى يروحون الى اليشع شي لاخ ابشع استغلال استغل الحمار وين؟ باثنين ملوك منصارة مجاعة على اورشاليم هو هو ممنوع ما يننكل بس حتى رأس الحمار قاموا قاموا ايش قاموا وياكلوا باثنين ملوك ستة بتقراها حتى الراس من شدة الجوع قاموا وياكلوا وابشع لاخ استغلال من اني اجرت الحمار هذا الحمار اللي اجرت هذا من القش صعدت بيه جبل عينيش لتشوف اريد يتحرك بعد ما يتحرك هذا اللي وراي راعد ابن عمي يريد يدفعها لانه راح يدف نفسه وين راح يدف نفسه بالوادي من ورا فدري يدفعها عمو بسخ صدقوني صدقوني تعرفوا من قام يمشي قام يمشي على الحافة يعني اريد يجي شوية هالشكل ما يقام يجي فراعد ابن عمي يقول لي خلي انزل ادفعها من الصباح فكانت هذي ابشع استغلالات اللي صارت بيه اليوم اوفق عن الابشع وهي بس مجرد داو يوصلكم فتفكرة بانه الاتان مهم مثل ما نقول الاسد ومثل ما نقول النصر ومثل ما نقول العنكبوت ومثل ما نقول الغراب كلها ايش حيوانات موجودة في كلمة الله بس هاي الحيوانات كانت نأخذ من عندها ايش صفاتها حتى تتعلم يقول لك تأمل ايها الكسلان شتتأمل شتتأمل النملة ليش شوفها شون شون تعمل وتعرف طريقها وهذا هوايا نقاط ستقولي هوايا وعظ عليه نقاط بس الفكرة على الاحمار ايها اول مرة بس الاربع صفات اليوم رح نتعلم وسمات مميزة بنصوص كتابية من اتان من الاحمار اللي موجود بهذا الموقف كم صفة اربع صفات مهمة تتعلمها اليوم ونتعلم منا شلون كان يتصرف حتى احنا تكون لنا دروس في حياتنا الروحية اكو في بركة اكو في العناية اكو في الوصية واكو في الامتياز كم كم موقف اربع مواقف رح تطين دروس مهمة مهمة جدا في حياتنا الروحية شوفوا اول درس في تكوين تسعة واربعين ارباطعش بركة يعقوب لاولاد الاثناش يعقوب دي بارك اولاده واحد من اولاده جباركة باعوا البركة ما ليعقوب قال يا ساكر حمار جسيم رابط بين الحضار فرأى المحل انه حسن والارض انها نزهة فاحنا كتفيه للحمل وصار للجزية عبدا هذا من دي يقول يعقوب ابو الاباء دي يطي بركة لأولاده ودي يقول للابنة اسمع يا ساكر انت حمار انت لو تجي بهذا الموقف اذا اي واحد من عندنا القاعدين وابوه يقول تعال دي باركك يقول لأنت احمار يقول لا ساسمع ذا يقول لك انت سا سوي بس ليش اقتنع وعرف واخذ البركة من يعقوب لأن طبعا كلهم اليهود نجي عليها كل واحد من طيلة صفة بهذا الشيء لكن اخذ المواقف المهمة بنصوص الكتاب المقدس حتى ناخذ من عندها عبر ليش ليش اعطى صفة حمار جسيم ليساكر يعني شنو حمار جسيم تعرفون ليش لانه هو رابط بين الحضار يعني رابط بين الحضار والارض اللي بيها بيها ثمر شنو السبب اول شيء لانه حمار جسيم اي له قوة تحمل عكس الخراف كم واحد قاعد بهذا المكان وما يذكر منه نفسه مراته هو يتصف بالخروف مو خرافي هذا منو قال لها المن قال قال للخراف وقال لها اطعنا صفة وهو نفسه قال خروف مدبوح حمل اذا الفكرة من داجيبكم هذا المثل فرق شبير بين الخروف وبين الحمار مع كل الاسف اغلبيتنا اغلبيتنا نقفز عنه نشلب بالخروف واليوم باسم يسوع مارتكم نشلبهم بالخروف ليش لانه الخروف مراته هو يتكل على الراعي بالاكل وبالشروب كل شي ما العلاقة بس الحمار عكس عكس الخروف لا يحمل ويعمل ويجتهد حتى حتى يكون موجود في الحضيرة فاحنا كتفيه يعني تحمل المسئولية انحناء الكتفين منه هذا احنا نجي شبه منه الى ياساكر احنا كتفيه يعني ايش يعني تحمل المسئولية وراها وصار جزية عبدا يعني عمل بكل جدية حتى التدمر ما كان موجود ومو بس هذا مع كل المشاكل اللي كانت موجودة في ارض اسرائيل ياساكر صار عبدا ليس صار عبدا لانه انحنى وخضع للنير تحت سلطان عداه اصبح عبدا للجزية شنية الامور الروحية اللي ناخذ هاليوم من هذا النص شوفوا علي احنا هواي هواي نتماد بهاي المواضيع بس هريتكم بتتعلمون درس اليوم باسم يسوع ربي طنان نعم نتعلم شوف شي يقول لك اشخاص يتحملون المسئوليين ينحنون ليرعوا اشخاص ويأتوا بهم الطعام بالكنيسة اللي انتم قاعدين بها واللي يسمعني بهذا الوقت في كل مكان شوف اكو اشخاص يتحملون المسئولية واكو اشخاص تحت الجزية ما لهم علاقة بالمسئولية واذا احنا نريد نكون في حضيرة مثمرة بارض جيدة لازم نتحمل المسئولية لكن مع كل اسف مع كل اسف احنا اشخاص نكون تحت العبودية ليش لانه ما نريد نتحمل مسئولية كلمة الله اللي هي تخلي حياتك تكون رابضة بارض مثمرة نبتعد عنها ليش نريد نعيش حياة الخراف وليس حياة الحمير لانه هاي الحياة تستوجب من عندنا انه ننحني ونكون على قد المسئولية مو فقط انه احنا نجي نسمع وناكل ونطلع اذا تريد تكون كنيستك كنيسة مثمرة كنيسة بيها نفوس حياتك بيها ثمر لازم تنحني وتتحمل المسئولية من تريد تكون ما عندك ثمار وتريد تشوف ثمار قول انت عايش حياة تجي ترعى تاكل تشرب وتطلع ما لك علاقة لو خلية تقول له قلبة ما لك علاقة ليش لانه لانه متري تتحمل المسئولية طبعا جاي مثلا انه نمو بالصين نمو بالصين شنو الصين الصين اكبر تعداد سكاني بيها تعرفون لو كل واحد يأكل ربع صمونة قد يراد لك كم طن من القمح ليش الصين حس حاليا اقوى اقتصاد بالعالم حتى قوم من امريكا لانه هي داين امريكا شده السبب تعرفوا ليش لانه الصين ينحنون ويتحملون المسئولية الشعب ما لها هالشكل ينحن ويتحمل المسئولية عكس الشعب العراقي سعب العراقي يريد يأكل ويشرب وينام الصينيين لا ولهذا السبب صار عدم اش صارت ارضهم مثمرة واقتصادهم اقوى اقتصاد هذا فشي عملي احنا دي نشوف بعيوننا الكنائس اللي هي قائمة واللي هي مثمرة سبب وقفتهم لانه الشعب الكنيسة يتحمل المسئولية تعرفون غرفة الصلاة اللي مسويها هنا منو يعرفها محمي يعرفها بينكم كله يعرفوها سصار عدة جهال خطيئة سوسن تاخذ اطفال وتروح تصلي وياهم ليش لانه شعب الكنيسة بده تحمل المسئولية انه ييجي قبل نص ساعة هو يعرف بانه هاي النص ساعة هذا قعد بيها والصلاة رح يسوي تغيير في المكان تغيير في حياته تغيير في كل ما هو يصنعه لكن ما يريد يتحمل المسئولية ما يريد يجي من وقت يريد يجي متأخر يريد يسمع يأكل ويطلع بدون ان يتحمل اي مسئولية هذا الدرس الا الاول اللي الرب يعلن للكنايس ولكنيستنا ولخدامنا وللمؤمنين الموجودين الرب يقول لك لازم تنحني وتتحمل وتشيل المسئولية لالظل تقعد تاكل تشرب وتطلع لالظل ليش لانه الحياة اللي دنمر بها حياة مقصرة جدا عسى طالع مرض جديد سيسمه الفطر الاسود اللي على اساس سمير غانم مات به شنو الفطر الاسود اول مرة نسمع به بس يقول لك هذا ذا لقف واحد انتهت الشغلة انت في وسط في وسط امور قائمة ودتشوف بيها الامور الروحية راح تكون جاية على حياتك اذا مرح احنا منه راح ينحني منه راح يتحمل المسؤولية بس فهموني منه راح يتحمل المسؤولية اللي ما يعرفون الكلمة اللي يروحون للكناس وييجي ويقول لك الكلمة هالشكل يقول والاب الفلان يقول هالشكل والمطران الفلان يقول هالشكل عمره كله مرح يقدر يتحمل المسؤولية الطفل صغير يجيب الملكوت لكن احنا اللي نعرف الكلمة على مدى أقول احنا بس يعني احنا لا لا اكو هواية ناس مؤمنة بكل الطواف بكل الكنائس اكو شخاص مؤمنين حقيقيين ينحنون ويتحملون المسئولية فاحنا لازم نكون شو علة نار لانه الكلمة دايما تشتغل في حياتنا تنحني وتتحمل المسئولة شون تنحني شي راد لك جهد شوفوا النقاط اللي راح نحشيها مهم لاش اقولكم شخصية مميزة ونهاية ما حشي بها واللي سامع قبل يحشي واحد على الاحمر خليه يطلع من تخلص اللعبة من تخلص الخدمة خليه يجي يقول لي اكو شغلة لخ عرفنا اكو بركة وسميت هاي البركة اللي شخصية من الازباط الاثنعاش وهي ساكر حمار جسيم شي ثاني حسا انتقلت انتقلت البركة الى فشي شبير شويل الله شده هو صار ملاك الرب يتعامل ويا الاحمر ملاك الرب يتعامل ويا من ويا الاحمر تعرفون قصة بالعام منو سامع بيا قصة بالعام اغلبيات اغلبيات بس اذا تقولكم فالتفاصيل الها مهمة جدا قصة بالعام بالعام هذا بالعام بن بحور دز منه بالاق من مؤاب قال للشعب دي يجي واريد واحد يلعن شعب وقال له لهذا الساحر مضبوط وانت من يعرفون عايش بالعام عراقين وان شي ما بين النهرين عراقي يعني تعرفون من دعوة من دعوم هو خاصة من نهر فرات وقسم بين النهرين والاراميين فالفكرة ايش الفكرة بالعام هذا كان ساحر وهو ساحر ويسوي السحر ويسوي اللعنات قال انا اريد استشير الله والرب كلمه قال ادير بالك تروح تلعن الشعب لانو هذا الشعب مبارك العرافين شي يريدون يريدون الفلوس فدزب لا قول وجبة قال اسمع عندي ما اجي بعدين دزل وجبة اللخ وقال طرى الكرامية صار تخين تعال قال ها انا ما اقدر لازم ارجع مرة اللخ الله لا يغير كلامه لازم نفهم هذا الشي الرب يقول لا لا انتهت وقال لا خلي ارجع مرتين بعدين قال اسمع روح بس ما رح تنطق كلمات الا ما اقول لك بها وبالفعل بـ 22 فقام بالعام صباحا وشد على اتانه ونطق وانطلق مع رؤساء مؤاب اللي كان بالاق رئيس مؤاب دزهم شوف اللي صار ثلاث مرات ثلاث مرات اتان تشوف الملاك وتبتعد عن الطريق واخونا بالعام اللي يتكلم مع الله ما يشوف الملاك اكثر شيء مهم شخص يتكلم مع الله ما يشوف الملاك وحمار يشوف الملاك حمار يفتح عين خب ان الله كان فتح عين موح جوية كان فتح عين بالاق وشوف الملاك المكان ما يفتح عين بالعام فتح عين منه الحمار ليش فتح عين الحمار شتصوره اقولكم شي واحد قلب حمار بالعام اشرف من قلب بالعام نفسه ولهذا السبب الله استخدم هذا الحيوان مرات طبعا اذا تنزل على الليل الحاد يقول لك الحمار عمره كله ما يقدر يتكلم بس ينعق بس واحد من اسمه مودي اكثر شي قال قال اخلق لي حمار وانا يخلي يتكلم اللي يخلق شيء مو يخلي يتكلم يخلي يضرب دقلات شيء يريد يسوي يسوي صح لم صح فالفكرة الرئيسية اللي رح ناخد هنا من الرب ظهر واعلن لهذا الحمار لعدة اسباب وهذا السبب اللي لازم يشوف لانا الرب نتكلم حتى تلعن شعبه ويلعن بالعام شعب اسرائيل مرضى وكان يباركهم لثلاث دفعات لو تقرأ هذه ما تعرف شو سهب لكن ببطروس بالعدد 25 مشورة بالعام منو يذكر يقول دير بالك تستشير مشورة بالعام شنه مشورة بالعام بالك الله شوفه الله قال له ما تلعن هو ما لعن لانه ثلاث مرات يساعد على مرتفعات على الجبال ويقول له هاك شوف الشعب شقات العنهم ويقول له سعد سبع ثيران يقدم دبيحة للله وتقبل الذبيحة وهذه بعدين يقول له يتباركون ويقول له معاوتش باركتهم ويوديه إلى مرتفع آخر طرح إلى فكرة نقولكم اسلوب الحية دير بالك منها طرح شنو الفكرة هذي بالعام ليش يقول لك دير بالك من مشورة بالعام شنو مشورة لعن بيها الشعب بدون ما يدخل وبدون ما يدخل الملك وبدون أي حرب وبدون أي أمر الرب نفسه أرسل لعنة على الشعب وقتل بذاك اليوم ما يقارب 24 نفس 24 ألف نفس من شعب إسرائيل بعدين وقف هارون وبخر ووقف اللعنة تعرفون ليش لأنه قال اسمع خلينا دزلهم بنات مؤاب يزنون ويا من ويا شباب إسرائيل هاي شوفون شون جالة كتابهم والله يقول لك الشعب يلعن إذا صار عنده خطيئة الزنا ويا شعوب أخرى وثنية وهم ما دام بالمؤاب دزلهم هذول النسوان وبالفعل دزل النسوان هذلك هما ما قصروا صارت اللعنة ليش صار النسل انضرب والله أنزل لهم العقوبة النقطة الرئيسية الاستقامة اللي كان اللي كان ينبغي عليها يكون بالعام ما كان هو بالاستقامة الحمار كان بالاستقامة ليش الحمار استقامته شوف شو يقول بالنص يقول لك ففتح الرب وفهم الآتان فقالت لبالعام ماذا صنعت بك حتى تضرب وني سوت لك قامت تحشي الحمار ويا البالعام سوت لك حتى أنت تريد تضربني ليش وراد يشير السيف ويقطعها ويقتلها تعرف شو يقول لا باعوا كلام هذا المهم كلام المهم اللي خلى بالاصفر لأنك ازريتي بي يعني خليتيني بموقف كل ساعة ضربتني منه وضربتني منه وبعدين وقفتي فقالت الآتان لبلعام ألست أنا اسمع ألست أنا آتانك التي ركبت عليها منذ وجودك إلى هذا اليوم يعني سنين حياتي أنا أنت مستخدمني وأني أمشي باستقامة تسعد أنا لا أحيد لا يميد ولا يسار لكن باستقامة بدون أي ميلان شفتني أنا في اليوم ملت قالها لا هل تعود أن نفعل بك هذا قالها لا ما تعود مرة تسوي استقامة الحياة الروحية تجعل منه تجعلك تجعلك تشاهد الله لا أكثر ولا أقل حمار شاهد ملاك الله ليش لأنه كان على حياة الاستقامة وبالعام محبة المال اللي موجودة بحياتها جعلت قلب يميل ولهذا السبب ما قدر يشاهد الملاك وهذا الشي اللي الرب يقول طوبة لينقياء القلب لأنهم يعاينون الله من هو الذي يعاين الله انقياء القلب اللي يعرفون مشيئة الله بولوس عرف مشيئة الله عين هاي المعاينة وشاهد الملاك شوكت مرح مثلا الى فليبي قال لا تروح منا ما راح منا نعم قال عبر علينا وعنا قام عبر عليش تار 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 لانه لانه كان تحت المشيئة من تكون انت تحت المشيئة انت راح تشاهد عمل الله في حياتك مع كل الاسف اللي ما يشاهدون عمل الله في حياتهم هم خارج المشيئة هم يمشون ايش متنحرين يعني ايش يروح يمنى ويجي يسرى ويريد من يجي قدامك يقول يعني مدى اشوف حضور الله يعني مدى احمي المشكلة بيك مو المشكلة بيا ولا مشكلة بالكنيسة ولا مشكلة بالمكان اللي قاعد بي اتان في وسط مؤاب شافت حضور الملاك وانت في وسط محضر المؤمن اذا ما تشوف الروح يعني تزوي خارج المشيئة تقارب شنو يعني انت ما تعكس مشيئة الرب في حياتك اللي ما يعكس مشيئة الرب في حياته ما رح تقدر تشوف هذا شي ليش لانه احنا مع كل الاسف ما نصنع مشيئة الله نصنع مشيئتنا الذاتية ومن تصنع مشيئتك الذاتية ما رح تشاهد عمرك كل ملاك الرب احضر اخذ قاعدة تصنع مشيئتك رح تشاهد مشيئتك تصنع مشيئة الله راح تشاهد منه الله نفسه شي لاخ هذه ارتفعت العلاقة هاي الفهم والمعرفة شوفوها وكلنا اللي قاعدين بها أنا أبصم لكم من ومنكم ما شايف أحمر لا 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 يعني منو ما حاجوا اقول لك شي واحد اسمعوا هاي النقطة شوفوا الارتفاعية اللي صارت هنا ياتي المديح من الله نفسه شنو المديح من الله بشعياء واحد اثنين اثلاثة اسمعي ايتها السماوات واصغي ايتها الارض سمعوا لأن الرب يتكلم من دي يتكلم هذا وحي من الله والرب نفسه دي يتكلم دي يقول باعو شي يقول ربيت بنين ونشأتهم أما هم فعصوا عليه الثور يعرف يعرف قانيه والحمار معلف صاحبه بس أما اسرائيل فلا يعرف احنا مو اسرائيليين اطلعوا عليها بس اللي ثانية تيجي نحن شعبي لا يفهم الحمار يفهم وشعب الرب ما يفهم لا قسيص صارت شغلة يقول لا مو أدد أقول الكتاب المقدس دي يطلق هاي الكلمات ولهذا السبب شوفوا من يعرف قانيه الحمار من صفات اللي عنده مرة وحدة ودي رح يعرف يروح رح يعرف يرجع مو أخبارتان بدون نفيقاشن يعني بدون بدون واحد يمشي وياه وهاي الشي أنا شفته من تساعد على هذا الحمار ماكو هديناه من فوق الجبل قلت قلت لأنت مرح تساعد ويايا قال لا انت عوفه هو يرجع وانا دا أصعد شفته جوقد الحمار ماكو شنو بالجمع ما لأخذ سوسان حمير فجوغ مع الحمير شاعلين ايش اخ بانزين وين يروحون ترخون يروحون تركيا دي هربون بنزين من القوش تركيا اقول له هدولي ماكو هدو قال لا حتى اللي لزموهم ماشي لزمو لزمو وين يودهم بس يطلعون تانكيات يترسوها ويهدوها تروح تعبر الجبل تفرغ وترجع لنفس المكان ليش تعرف عدها معرفة مع كل الاسف شعب الرب دي ضيع وما دي يعرف المعرفة ليش ما دي يعرف معرفة منهم يعرف الكتاب المقدس اقول لك شي واحد اقل مؤمن موجود يعرف الكتاب المقدس يعرف وحتى الذي ما يعرف كلمة الله الضمير اللي موجود عنده يعرف ما هو الخطأ وما هو الصواط شنو الصح وشنو الغلط لكن شعب الرب مع كل الاسف المشكلة اللي نوقع بها هي مشكلة نشتغل مرة تتحم تشتغل وبعدين شا تسوي ترجع الى نفس القوانة ما لك وإلى نفس الدائرة ما لك وإلى نفس الطعس ما لك يا شعب الرب أنا إذا أريد تطلعون من هاي الطعس تطلع من هاي الطعس اليوم اتعلمت شي جديد بكلمة الله ايه حلو بعد شا سويت ديروا تشك وجه واحد اللي حجوا اياك طروب ازا حلقت رجعت الى نفس القاعة اللي انت بي تارف ليش لأنه ما تعرف الله اللي يستخدمك شعبي لا يعلم العادات تقاليد أقول لك غلط ايه صح قاشة غلط كتاب المقدس عفق عن قاشة ما يقول هالأمور ايه صحيح وجه الاخ ايه ما الاهلي منو هذا اللي يقول لك هاتس جاي هذا ايه احنا الاصل وارجع على وين الى نفس الدائرة اللي هو بها وهذا هو انه اللي ما يعرف كلمة الله شعبي لا يعرف حمار يعرف معلف صاحبه يعني ترشون معلف صاحبي يعني مكان الشبع مكان الشبع وشعب الرب مع كل الاسف ما يعرف مكان الشبع بينه هو في احضان الملك ملك الملوك ورب الارباب شخص الرب يسوع تريد ترتاح ارتمي بيحضن يسوع هناك المعلة تريد ترتاح من همومك من متابك من احزانك من ما انت عليه روح يمن يم قصف لا روح يم يسوع يقعد يما وهو هناك تسوي يشبعك يريحك يرفع عندك كل الهموم متاعبك احزانك بس لازم تخدم تنحني للناس وترفعهم من مصائبهم لانه احنا مكاننا مو هنا ليس لنا مدينة باقية شو ما يقول اخونا بالله شو ليس لنا مدينة باقية رح يجي الوقت وتغادر افصل شي تشوف اسا بالفيسبوك طلع طلعون لقطات سمير غانم جورج سيدهم وذاك اللاخ الثالث ما اعرفش اسمه الام حاسم خباب الكلمات اللي دي قولوها الكلمات اللي دي قولوها يقول لها يقول لها لقطة يشوف جورج سيدهم يقول لها الطفلة صغيرة يقول لها وان رايح يقول لها راح اروح على مكان بعد ما اقدر ارجع راح اشوفك هو راح ليسجن بس الرفطوها هالشكل بس الفكرة من السمعة بالفعل ثلاثتهم تحققت بيهم وراحوا الى مكان بس ربك واحدة يعرف وين ولهذا السبب اذا ما راح تفتح عينك ما راح تقدر تشاهد مشيئة الله في حياتك شوفوا الالتواءات اللي اللي تلتويها وتريد تشوف يعني يعني تعرف شو حالش اريد اريد كل شي شو مهس صاير تريد راتب تريد فلوس وتريد مكافآت وتريد منح وتريد بيت وتريد تقعد وتنام والفوت السلام يزيد وما تسوي كل شي عايش شنو هاي الحكومة بلادية ليش كل شم احنا احنا ولا امرأة تعركوا لا قاشر تسوي بسرعة ليحصل ليش عدهم زيادة بفلان شي احنا هنا ما عدنا ما قديت عاوض انت ما تقول لي وين وين احنا شوكي تنطلع من هذا من هذا المنحدر وتباو عليه قدام وتباو عليه فوق تسحب وياك ناس لانه ناس رايحة صحي واحد بالعشرة قل لها قوم من النوم ما يقبل يقوم ستسوي هادي هادي ممكن تسمعها اول مرة آلي بالنسبة لي اول مرة راح حتشيها رب يسوع نفسه اطلق صفة لآتان معروف بحثت عليها هواي هواي ما شفت في الكتاب المقدس شخصية اخرى اطلقت نفس الكلمات على هذا الحيوان ما شفت اذا شفت راجعوني حتى اجهي ارجع وصحح المعلومة بس اذا ما شفت ابقوا على هذه المعلومة شين المعلومة بعو الراب يسوع نفسه هو اطلق هذه الكلمات اللي خال بلا صفر بس اذهبوا الى القرية هاي دخل الى ارشليم وديقلهم راح تشوفون آتان وابني آتان مربوطة واذا واحد تسألكم اش راح تسوون بها اش قال بعو الرب محتاج اليهما ما اتصور بانه الرب يسوع محتاج الى شخص واطلق عليها الكلمات ما ادرو تدوروا عليها اما راح اجزم بهذا بانه قاية بس انا شفتها اول مرة الرب يحتاج الى شيء وهذا الشيء هو احمار اول مرة يا رب يعني اشوف لك بطر احتاج الى احتاج انا محتاج الى التلاميذ محتاج الى كارزين محتاج الى كنيستي ما قال قال للمن قال للإحمار قل الرب محتاج الى هدولي تعرف ليش لانه الانتصار مالنا ما يجي الا بالوداعة وبالاطضاع وبالاستعداد انتصارك اذا ما راح تكون انت متضع ومستعد ما راح تنتصر عندك كبرياء وعندك ريش عالي وعندك انتفاخ وعندك تزمد وعندك 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 عمرك كل ما راح تقدر تاخذ خطوة واحدة بالانتصار بس اذا عندك اتضاع ومستعد تنحني الرب راح ينصرك تعرف ليش مستعد او لانه الرب نفس انحنى شوك انحنى هم بنفس الموقف من من كوم من من كوم من بيكم ومن بيكم اللي راح يستلم تلاميث احنا نستلم قيادة كلا لا لا نقول لكم شغلة واحدة تعالوا قعدوا فانحنى وغسل ارجل التلاميذ حتى ايش حتى يرفعهم من من ايش من الكبرياء اللي موجود في داخل الانسان تعرفون كلنا بينا كبرياء كلنا بدون استثناء كبرياء وعزة نفس كبرياء وعزة نفسك لازم ترفعها وانت تخدم يسوع ما تقدر تخدم يسوع عندك كبرياء وعزة نفس ما صعب صدقوني صعب يعني اشخاص 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 عمرك كلنا ما تقدر تستقبلهم بس بيسوع لازم تستقبلهم تفهموش ذا قصود بالحشي فلهذا السبب هاي الصفة اللي موجودة منو كان يعرف شي تلقون على حمار بالعراق لا مو بفل غير شي ابو صابر ليش صحوا ابو صابر ليش تعرفون يعني من كان من شوية درست بالقبل هاي مو هسه تعرفون مرات واقع من تيجي تضرب الزمان الزمان يصفن ليش يصفن طار شو يقول بنفس يقول شو خلي عقلي ويه هذا يقول الزمان اخلي عقلي ويه شو اخلي فالزمان من صيح هالشكل طلع ثاني اثكى حيوان موجود الحمار ولهذا السبب ولهذا السبب انتصارنا ما يجي إلا بالوداعة وبال الاتضاع والاستعداد خلاصة درسنا اليوم او وعضتنا تأخذ هاي الكلمات وياك وانت تطلع علينا ان ننحني ونتحمل المسئولية باش بالاستقامة بالقلب البسيط لكياش تكون اراضينا مثمرة ونعيش في مشيئته ونكون في محضر لكي نستطيع ان نعاين الرب امين ربطكم نعمة ويستخدم هاي الكنيسة حتى بالفعل تكون كنيسة تنحني وترفع كثيرين لمجد المسيح له كل المجد امين امين فضلوا خلونا نوقف نسبح ونشكر الهنا من اجل تعليم النا بهذا المساء خلونا نقف ونجمع طيانا للرب بهذا الوقت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر و بالأرضية الكلامات بتغير فيها بالدين عليك و بالأرضية جمكي بحيالي نور بصراقي خبيني بشخصك و انت طرية خبيني بشخصك و انت طرية طربي الوحيد انك تزيد و كنت بحضورك كل الحياة برتع معاك شوقي في نبات مش دها قلبي و في جلغيها طربي الوحيد انك تزيد و كنت بحضورك و كنت بحضورك كل الحياة برتع معاك شوقي في نبات مش دها قلبي و في جلغيها اه يا جمال بيتغير فيها كل تكهات و للأرضية اه يا جمال بيتغير فيها كل تكهات و للأرضية شكل بحياتي نور في صلاحي تقبيل الشخص والتظهر فيها تقبيل الشخص والتظهر فيها كل الرشور تبت النور في ضع سرور والطلع في ضع متعلم بك والغالي لك عندي رشدك مغمول لك كل الرشور تبت النور في ضع سرور والطلع في ضع متعلم بك والغالي لك عندي رشدك مغمول لك الجعدة معك بتغير فيها كل اتجاهات واليوارضية الجعدة معك بتغير فيها كل اتجاهات واليوارضية شكل بحياتي نور في صلاحي تقبيل الشخص والتظهر فيها تقبيل الشخص والتظهر فيها تقبيل الشخص والتظهر فيها ترجمة نانسي قنقر